ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الاسبوعية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات خلال الاجتماع استعرض رئيس مجلس الوزراء مسارات تحرك الأمانة الفنية لللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع كما اطلع على عرض خاص برقبانة منظومة تداول السلع الاستراتيجية المحددة كمسار نحو مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار وأبرز الممارسات الدولية لضبط السوق شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية حق الانتفاع لمشروع إنتاج طاقة الرياح بمنطقتين خليج السويس وجبل الزيت بساعة 1.1 جيجاوات وباستثمارات تصل إلى مليار ونصف مليار دولار ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة من الرياح في منطقة الشرق الأوسط ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم وسيسهم المشروع في خفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا وتوفير نحو 840 ألف طن وقود سنويا وإتاحة نحو 6 ألاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى توفير القهرباء لنحو مليون واحدة سكنية